بإذن الله هو أخلف راجل أنت راجل يا دونج يعني واحد من اللعبة الرجالة على فكرة يعني في لعبك وفي الملعب وفي تفنيك وحبك وحماسك ووفائك يعني حاجة جميلة جدا جدا الحمد لله يعني أنا كان من الأمنيات اللي أنا بتمنها ودايما كنت بقولها يعني أن أنت يعني مفروض في منطقة مصر طبيعي في منطقة يعني طبيعي تبقى موجود في منطقة مصر لا أي حد هتمنى يكون موجود في منطقة مصر ده شرف لينا كلنا يعني أن نحن نلبس شركة بلدنا وأنا الحمد لله كنت واحد من الناس اللي مثلت منطقة مصر في فترات كبيرة جدا وكنت دايما لما بروح المنتخب كان أغلبية الوقت في محافل دولية يعني ما كانتش مطشات وديها بس كان نفسي أكون موجود معهم طبعا يعني هابقى مبسوط جدا والحمد لله أنا الفترة اللي فاتت اشتغلت بشكل كويس كنت قافل على نفسي تعملت تويتا؟ ما عرفش أنا أنا فجأة لقيت الناس كلها بتكلمني انت منزل حاجة على المنتخب أنا بالنسبة لي لا ما فيش أي حاجة الناس بتتلكك أنا في مطش الزمالك اللي فات قالعتي التيشرت تديتي لأختي قال لك دونجا بيتجوز قالعتي التيشرت تطرم لأختي فوق دهلوز يا راجل قالك دونجا بيتجوز أيوة صح أنا شفتها والله طب الناس هتعرف من إين هي أختك أنا قلت له يا جماعة في واحد طلب مني قلت له أختي فوق جنب هدهلها بس الناس سمع صورتي مصو كلها كتبت دونجا بيجي التيشرت المعجبة فأنا اليوم ده نزل صورة عادي جدا وما عنديش أي مشكلة أنا وبرضو صورة إمام عشور نفس القصة بالزبط نفس صورة إمام عشور نفس القصة قولت 14 تقريبا أنا ولا كتبت حاجة أنا لابست تي شيرت رقم 8 وخلص ما فيش أي حاجة أنا كتبتها طب ليه كده؟ من ساعة ما دخلت نادي الزمالك وأنا من أول موسم هاي بتاعتي المنتخب هي طب ده كلام؟ العلاقة ده بالمنتخب أنا ولا كتب منتخب مصر ولا أنا حطت أي حاجة على المتخب إيه اللي علاقة؟ طب ده كلام يعني مش فاهي رد علي أنت لا بجد والله أنا بس يعني اللي خادة على المنتخب آه طب ده كلام يعني ما تاخدونيش؟ لا أنا ما اتخدتش قبل كده بقى ليه موسم كامل ما باتخدتش طب مش معنى هتقول دلوقت ماذا؟ أنا آخر معسكر ليه كان مع المنتخب مصر آخر مشكلة جاتلي في رجبتي وأنا كنت بمسم منتخب مصر بالضبط كانت مع المنتخب وكانت مع ريفة وانا ما عنديش أي مشكلة معاه خالص ده بالعكس الراجل اليوم اللي عملية أول واحد كان حريس انه يكلمني الصبح وبعاتلي وكلمني فيديو كول واتطمن عليها وكان بيتكلم عليها فيه فيديوهات كتير ليه على اليوتيوب لو تعافوا جبوهة وهو بيتكلم عليها بعد الأصحاب آه على اليوتيوب ممكن تيجي عادي جد طب هم عارفين ان انت ما تقصدش ولا الكلام وصدوقي؟ أنا فجأة لقيت لا انا مش عارف انا القايمة نزلت وانا ما كنتش موجود كنت انا قاعد واحد زي زي اللعيبة مستنى القايمة لو كنت موجود كنتها مبسوط ما كنتش موجود كنت اقول الحمد لله وخلاص انا عملت اللي عليها الفاتر وليفا كنت شايف ان انا هكون موجود استحق انت مش خفيف يعني انت لعب منتخبات يعني ولعبت اساسي في عشرين تسعتاشر الحمد لله الحمد لله يعني مفيش مشكلة واللعب تصفيات كاس على عودان السنغال اه اه ولعب باكتر موتش ده الحمد لله انا بتمنى لهم التوفيب